مطالب الأرجنطينيين في العاصمة بيونساير استعالت منادية بإنهاء انقطاع الطيار الكهربائي المستمر منذ عشرة أيام وسط ارتفاع حاد لدرجات الحرارة روح 35 درجة مئوية ما أدى إلى زيادة طلب غير مسبوق على استعمال الطاقة الكهربائية تسبب في انهيار شبكة التوزيع وكان المتقدمون في السن من أوائل الضحايا لا حياة دون ما لن تستطيع العيش في الطابق العاشر في الأعلى ألف خمميت خلال 48 ساعة وإذا بلغت درجة الحرارة 38 أو 39 درجة فإن فرق الأطفاء سينزلون الجثث هذا أمر معيب لا ينبغي العبث بحياة الناس وأنا ألم شركات الكهرباء والسياسيين وكل شيء أنا غاضب جدا وتقول الحكومة الأرجنطينية أنها تدرس الرفع من قيمة الغرامات وربما تأميم شركات الكهرباء إذا لم تعالج المشكلة القائمة في القريب العاجل